خلينا نقول أن في نهاية ديسمبر أو شهر 12 يعني كمان أسبوعين تقريبا من دلوقتي حتنتهي السنة وحتنتهي الفترة الخاصة بإعفاء العملاء اللي بيتعاملوا مع البنوك أو بيتعاملوا مع التجار من الرسوم والعملات الخاصة باستخدام سواء السحب النقدي من مكان الـ ATM أو التحولات البنكية عن طريق الإنترنت بانكي أو الإنترنت بانكينج أو الموبايل أبليكيشن أنا ما أعمل تحويل داخل البنك نفسه أو من بنك البنك تاني ده مع في من الرسوم اللي كانت بتتروح تقريبا ما بين 77 جنيه لـ 300 جنيه على حسب المبلغ اللي أنا بعمله تحويل ده اتلغت الرسوم دي على مدار من شهر 3 اللي فات وبيتمدد القرار كل شوية لنهاية ديسمبر التوقع خلال الثلاث شهور من بداية السنة الجديدة 2021 لنهاية مارس 2021 أن يتمدد القرار العمل بإلغاء الرسوم الخاصة سواء بالسحب النقدي من الـ ATM اللي هو بيتراوح ما بين 5 جنيه لـ 7 جنيه اللي أنا بتعمل مع البنك تاني غير مصدر للبطاقة اللي أنا بتعمل بيها يعني أنا لو معايا الكارت بتاع البنك الأهلي وبسحب مثلا من بنك القاهرة فكانت زمان قبل الكورونا بتتخذ رسوم تقريبا 5 جنيه الأفرش بتاعها دلوقتي على مدار التسع شهور اللي فاتت من 2020 الرسوم دي مش موجودة متوقع أن يتمدد بيها العمل كمان 3 شهور تانيين من بداية يناير 2021 لنهاية مارس 2021 وكل اللي احنا بنتكلم عنه ده توقعات الحاجة التالتة المهمة يعني احنا قلنا التحولات أونلاين الحاجة التانية أن السحب النقدي من مكان الـ ATM عندنا في مصر تقريبا 14 ألف مكانة ATM خلال الشهور اللي جاي حيبقوا 20 ألف مكانة ATM منتشرين في كل الأماكن الحيوية ممكن أقدر أسحب من غير أي فيز أو أي رسوم من مكان الـ ATM ده لحد نهاية ديسمبر متوقع يتمدوا كمان 3 شهور جايين الحاجة التالتة المهمة البطاقات اللي هي تلموسية اللي هي تلموسية بمعنى إيه الـ Contactless لو أنا بستخدم المكان الحديث بتاع اللي عنده التجار بقرب الكرت نفسه من المكانة عشان أعمل مش بحتاج أن أنا دخله في المكانة أيوة ده علشان يقلل التعامل مع الأسطح اللي ممكن تكون حاملة الفيروس كورونا وبالتالي بيقلل الاحتمالات بتاع الإصابة ده استخدام الكروت إصدار الكروت دي نوعية الكروت الحديثة دي إصدارها مجانا ومتوقع برضو يتمد 3 شهور تانيين من بداية شهر يناير 2021 لنهاية شهر مارس 2021 وطبعا ده قرارات خاصة بالبنك المركزي حلقة الأسبوع اللي جاء إن شاء الله هنتكلم عن أسعار الفايدة في آخر اجتماع للبنك المركزي في 2020 والتوقعات الخاصة بيها وحنتكلم عن أسعار الفايدة بشكل تفصيلي للحلقة اللي جاء كل ده توقعات طبعا يا حفر توقعات لسبب لأن الناس كتير جدا بتقول طب البنك المركزي حينزل الفايدة طب حيثبتها طب الرسوم اللي أنا لو أنا دلوقتي في لحد النهاردة ناس بتسأل أنا دلوقتي لو ما بسحب من مكنة بنك تاني في رسوم عليها لو أنا بعمل تحويل في رسوم ولا لا لو أنا بروح الفارع في رسوم على التحويل من حساب لحساب أو داخل البنك أو من حساب لحساب بنك تاني كل التفاصيل دي كلها التوقعات بتاعتها بتبقى بتهم الناس دلوقتي العادية وفي نفس الوقت علشان كمان الحياة تبقى أسهل من أن أروح الفارع البنك نفسه أو أتعامل مع مكنة اليتام كل الحاجات دلوقتي بتتم أونلاين سواء عن طريق خدمات الإنترنت البنكي أو عن طريق الموبايل أبليكيشن للبنك اللي أنا بتعامل معاه تحويلات اطلاع على الحسابات مش لازم أروح الفارع أعرف رصيدي كام لا ده أنا ممكن أدخل عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بالبنك والحساب تارك كل التفاصيل اللي أنت عايزة عرفها عن طريق التعاملات مواعيد سداد أقصاد القرد اللي أنا واخده سواء تعمل عفوالي أو سيارات لو ادخرت عن دفع القرد الفايدة بتبقى بيه بالزبط كل التفاصيل دي متاحة عن طريق الموبايل ومتاحة عن طريق أن أنا عرفها عن طريق الخدمات الإنترنت البنكي اللي أنا بتعامل معاه مش لازم أروح ماكنة الـ ATM مش لازم أروح فرع البنك نفسه مش لازم أكلم الكول سنتر بعض الأماكن أو معظم الخدمات دلوقتي اللي بتقدمها البنوك بتبقى متاحة عن طريق الإنترنت من يمكن إحنا الأول كنا بنقول أو بنناشد الناس مع ظهور جعاحة كورونا إن يا جماعة ما تنزلوش تتروحوا الفرع ممكن أونلاين أو من الـ ATM دلوقتي بنقول لكم كمان ما تروحوش الـ ATM منت كل اللي أنت عايز تعمله بتعمله عن طريق أونلاين صحيح عن طريق أونلاين وكمان التحسين أو التطوير الخاص بالخدمات دي متسارع جدا والبنك المركزي مركز قوي في إن الخدمات دي يتم تطويرها بشكل مهم اللي أنا مثلا في بعض البنوك لسه معندقاش التحويل أونلاين في فرصة إنه هما بجدول زمني مهم جدا من البنك المركزي إنه هما على مدار الفترة الأوليلة اللي جاية يبتدوا بيبقى في حاصل البنوك دي نفسها ومعروفها سميع لازم أقدم الخدمات التحويل أونلاين في ناس معندقاش لسه الـ Hard Token يعني الجهاز الصغير اللي أنا بعمل به التحويلات في ناس عاملاء Soft Token اللي هو Mobile Application التحويل من Hard Token لSoft Token ده الضرورة للفترة اللي جاية في بعض البنوك دلوقتي بتعمل التحول من الـ Hard Token اللي أنا باخد منه حاجة اسمها رمز الاستخدام مرة واحدة أو كود الاستخدام مرة واحدة عشان يضمن إن أنا اللي بعمل التحويل البنك ده ففي ناس البنوك دلوقتي بتعمل التحول من الـ Hard Token ده لـ Soft Token يبقى عن طريق Mobile Application عشان يبقى أسفل في استخدامه من أي عميل بتعمل سريعاً آخر سؤال وممكن برضو ده توقعات ونسأل لأن في ناس كثيرة بتسأله هل متوقع برضو فكرة ده الـ Wave الأولانية من الكورونا إن تأجيلت القروض ست شهور هل مع الساكن Wave اللي إحنا بنشاهدها دلوقتي إن ممكن تاني البنك المركزي ياخد قرار تأجيل القروض ست شهور تاني؟ خلينا نقول إن حاجة مهمة إن في شهر 3 الفات في 15 مارس لما البنك المركزي خد إجراءات تأجيل اللقصات لمدة ست شهور انتهت الفترة دي في 15-9 الفات ده ما تمدش العمل بها لنهاية ديسمبر دي من القرارات اللي ما تمدش العمل بها لنهاية ديسمبر لأن حجم الكروض في القطاع المصراف المصري والبنوك اللي هم الثمانية وتلاتين بنك اثنين تريليون جنيه يعني تقريباً ألفين مليار جنيه رقم كبير جداً وبالتالي البنك المركزي دايماً بيتابع كل التطورات الخاصة بتأثيرات كورونا على الاقتصاد وعلى المواطنين وبيبتدي وبيبتدي يدرس كل القرارات أي حاجة في الدنيا بتبقى متوقعة بناء على تطورات هذه القضية لكن في النهاية في النهاية ما فيش قرار لسه بتأجيل الكروض لأن انتهى العمل بتأجيل الكروض في منتصف سبتمبر اللي فات يعني نص سبتمبر نص شهر تسعة اللي فات أم 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 أ